مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى ندوة مواجهة استهداف الإعلاميين ومنع الإفلات من العقاب التي ينظمها مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة وتبحث هذه الندوة مشاهدين الكرام في تنامي ظاهرة استهداف الإعلاميين بسبب قيامهم بمهامهم المهنية في نقل الوقائع وكشف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يتعرضون له من ملاحقات واعتداءات كما تناقش الندوة مدى الاستجابة على المستوى الوطني لإنهاء ومنع إفلات مرتكب الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين وكيفية إنصافهم ورد اعتبارهم وتمكينهم من خلال تفعيل دور القضاء وتطبيق القوانين والتشريعات المحلية كما تتناول أيضا هذه الندوة أهمية الجهود الدولية والإقليمية في مجال حماية الصحفيين وحمايتهم من المخاطر يسعدنا مشاهدين الكرام أن نرحب بضيف عبر سكايف من بغداد الدكتور محمد العبيدي الخبير في القانون الدولي مرحبا بك دكتور وأنت أيضا نائب رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القصري سابقا أو السابق للأمم المتحدة الذي نبدأ معه النقاش مرحبا دكتور وسينضم إلينا في القسم الثاني من النقاش من جنوب الأستاذ أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جيستس ومن إسطنبول الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس الفيدرالية الإفريقية للصحفيين ومن سيدني معنا الأستاذ حسين الزمزمي الصحفي والمدافع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان مرحبا بكم مشاهدين الكرام دكتور محمد العبيدي مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين قبل أن نبدأ النقاش نشاهد التقرير التالي الذي يرصد الاتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون تابعوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم مشاهدين نبدأ الفقرة أنتقل الآن إلى الأستاذ حسين الزمزمي الصحفي والمدافع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان مرحبا بك أستاذ ما هي الجهود التي تقومون بها في جمعية الصحفيين العرب لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الإعلاميين ووسائل الإعلام في منطقة القرن الإفريقي؟ أولا شكرا جزيلا لاستضافتي في هذا البرنامج وشكرا للمستمعين والأخوة الذين سبقوني دكتور محمد العبيدي وأيضا الصادق الرزيقي وأحمد مفرح قالوا الكثير عن الجهود التي تقدم خاصة حول حماية حقوق الصحفيين ولكن اليوم كنت أعتقد أنه في العنوان سوف يرد خاصة انتهاك حقوق الصحفيين في القرن الإفريقي وليست في مناطق أخرى أنه نشاهد الانتهاك الحقيقي للصحفيين اليوم موجود في منطقة القرن الإفريقي نحن الجهود التي نقوم بها ليست بحجم المعاناة والانتهاكات التي تحدث لهذه الشريحة من الصحفيين في القرن الإفريقي بما أن تتفاوت الدول الإفريقية فيها عملية انتهاك حقوق الصحفيين مثلا في كينيا على الأقل كانت دولة فيها انفتاح للصحفيين ولكن أيضا في الآونة الأخيرة بحجة موضوع الشباب أصبح الخناق للصحفيين وتفتيش معداتهم وأدواتهم وتفتيش كل مواقعهم حتى في قنوات التواصل الاجتماعي طبعا في الصومال حصل هناك أيضا انفراج مع أن الكثير من الصحفيين الذين تم اغتيالهم ولكن لا يوجد صحفيون حاليا في السجون في الصومال ولكن هناك تشويه لسمعة الصحفيين من قبل السياسيين وأيضا جبوتي هي تخشى حكومة جبوتي من الصحافة الخارجية خاصة ولذلك نشروا جيش كامل من الصحفيين الذين موالين للحكومة لإيقاف الصحافة المستقلة في السودان كنا نتوقع أنه ستحصل هناك أيضا انفراج في الصحافة بعد السقوط النظام الذي كان ينتهك أيضا حقوق الصحفيين لم نجد هناك أي تغيير في الحكومة الجديدة في السودان فبدأت باعتقالات كما شاهدت وذكر الزميل الصادق الرزيقي مؤخرا طلع حسين خوجلي وهو فاقد البصر من السجن وفي أثيوبيا أيضا ما زالت الاعتقالات مستمرة في ظل الأوضاع كنا نعتقد أن الحكومة القمعية بعد أن انهارت ومجيئة أبي أحمد كنا نتوقع أنه ممكن سيحصل هناك انفراج للصحفيين في أثيوبيا ولكن أيضا نفس الحالة الآن بدأت الاعتقالات مع الأزمة الأخيرة والذي لا حرج عليه دولة أريتريا تنتهك حقوق الصحفيين في ظل يعني لا يمكن أبدا للحديث حول انتهك حقوق الصحافة في أريتريا في ظل يعني خاصة أوضاع حقوق الإنسان وأوضاع حرية السحافة أو حرية التعبير في ظل نظام يعني غير منتخب وغير برلماني ما عنده دستور يعني عدم وجود الشفافية أيضا وجود أيضا الصبل الحقوقية للدفاع بالشفافية ومساءلة المسؤولين هناك الكثير من الصحفيين المغيبين قصرا منذ أكثر من عشرون عاما في أريتريا ويعني أوجه صوت اللوم للصحافة العالمية وخاصة لكثير من المواقع وحتى الجزيرة إنه الصحفيين الأريتريين يعني الذين مختفون في أريتريا لا يقدر عددهم وليست لدينا حتى الآن إحصائية حول الصحفيين الأريتريين الذين خيبهم النظام في أريتريا شكرا أستاذ حسين شكرا جزيلا إذا سمحت لي سأعود إليك أستاذ حسين شكرا على هذا التطواف وقدمت لنا الصورة واضحة في القرن الإفريقي في هذه الدلالة أستاذ حسين الزمزمي أستاذ حسين هل لديكم كنت تتحدث بحماسة ومعرفة عن القرن الإفريقي أسألك هل لديكم إحصاءات دقيقة حول الإعلاميين المعتقلين دون محاكمة في دول منطقة القرن الإفريقي وبخاصة في إرتريا وهل تواصلتم مع آليات حماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والإفريقي لأجل إنهاء معاناتهم والمطالبة بإطلاق صراحهم أولا ليست هناك من أسماء دقيقة أو لذكرها ولكن نحن على يقين بأن هناك معتقلين مختفين قصرا في منطقة القرن الإفريقي وخاصة في إرتريا هناك كانت محاولة من أكثر من مئة صحفي من الدول الإفريقية وبدأوا بإرسال خطاب إلى الحكومة الإرتريا لمقابلة الصحفيين المختفين منذ أكثر من 20 عاما ولكن هذه المحاولة أيضا رفضت وكثير من الدعوات أيضا بعض المنظمات التي حاولت للبحث والسؤال عن المختفين قصرا من الصحفيين الأركيين يعني رفضت لدينا صحفيين كثر أذكر منهم الصحفي صالح الجزائري من الصحفيين النوابق الذي اختفى وأيضا الصحفي داويت إسحاق والصحفي جمع كميل والصحفي سيوم تساهي ويوسف محمد علي وأمانويل إسرات وأيضا آخرون هنا لا يمكن أبدا في دولة قمعية في إرتيا على فكرة لا يوجد هناك ما يسمى بالسجن بل إنما هناك في اختفاء قصري السجن له آداب وحقوق وواجبات ووصص يعني أن الإنسان لمن يؤبد عليه يعني يقدم محامي تعرف أسرته وين المحكومية اللي ما أخذها لكن في إرتيا لا توجد محاكمات هناك أيضا من الذين معتقلين في إرتيا سجناء الرأي أيضا والسياسيين والقناصلة والصحفيين ورجال الدين لا حصر لهم يعني أنا أذكر هذا الرجل الذي يعني عبد المحمد عبد الحليم حمودة أنظر هذه البنت الطفلة اللي في حضنه والآن هي كبرت عمرها وصل إلى هذا العمر يعني العشرون عام يعني المآسات التي يعيشها اليوم المعتقل الأريتري يعني يعني مؤسفة جدا وهؤلاء السحفيين الذين يعني تراهم يعني عدد كبير جدا ولكنني أذكر منهم هذا يعني يوسف محمد علي وداويت إصحاق وجمع كميل وأيضا السحفي الرسام عبد الحليم محمد عبد الحليم هؤلاء السحفيين كثرة الذين اخطفوا في إرتيا ولا يمكن أبدا لكي يعني تقوم بحسر هذه الأسماء نحن الآن الذين نعرفهم السبتاشر سحفي والسبتاشر سحف المختطفين فقط هم الذين يعني كتبوا باللغتين العربية والتقرينجية لدينا هناك عدد كبير من السحفيين الذين يعني أنشأهم النظام بنفسه بالكتابة باللهجات المحلية والذين هم كانوا في الأقاليم مختفون لا ندري أين هم الآن السحفي الذي اختفى وهو يهرب من النظام يعني لا ندري أين هو الآن فهناك أيضا لا نستطيع لحد الآن لكي نحصر السحفيين الأمينستي ذكرت وأيضا السحفيين بلا حدود أنه عشر سحفي خارج إرتيا السحفيون الأرتريون بدأوا قافلة من الهروب أمثال السحفي الكبير فتح إثمان الذي يعني حول من السحافة إلى وزارة الخارجية وبعد أن شاهد الانتهاكات الخطيرة حمل حقائبه ورحل والآن يعيش في منفاها في باريس وأيضا السحفية والإعلامية الكبيرة أمال محمد سالح تعيش في منفاها بعد أن قادرت أريتيا في لندن والسحفي والقاس والكاتب جمال هم تحب موقع دوليس يوجد الآن في أستراليا سحفيون كثر يعني لا نستطيع أن نسكر السحفيون طبعا أستاذ حسين شكرا جزيلا على هذه المعلومات هذه النقطة مهمة جدا دقيقة أود هذه النقطة ليست مقاطعة سيد حسين ليست مقاطعة ولكن تنظيم للندوى وللضيوف الكرام تفضل شكرا لك يعني هناك سحفيين الآن في دول الخريج والشرق الأوسط لا نستطيع أن نسكر أسمائهم وهم يعانون اليوم من ملاحقة النظام في هذه المناطق توصلنا كثيرا برسائل عديدة للمنظمات الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان ولكن دون جدوى أيضا نحن نعاني في مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للسحفيين الأريتريين الذين يعانون في الداخل والخارج أيضا هناك أيضا تشويه منظم وممنهج للسحفيون الذين يعيشون الآن خارج أريتريا حاولنا أن نطلع عدد قليل جدا من السحفيين وبصعوبة وصلوا إلى أوروبا ويعيشون الآن طبعا وهذه أستاذ حسين أرجو أن تعذرني هذه المرة لأن الوقت وهذه المعلومات وغياب المعلومات عن مغيبين إعلاميين تزيد المشكلة مأساة أرجو أن تبقى مع السنين أعود إليك حسين الزمزمي وأرجو أيضا أن تختصر الكلام لأننا وصلنا إلى نهاية هذه الندوة في كيف يمكن برأيك إجبار وردع الأنظمة المتهمة أو المتهمة بانتهاك حرية الصحافة والإعلام وتتفشى فيها ظاهرة الإفلات أيضا من العقاب لمرتكب الجرائم ضد الصحفين هناك الدول تستغل ظروف معينة سياسات معينة تستغل حتى علاقاتها مع رؤساء دول والولايات المتحدة للإتحاد الأوروبي وتفعل فعلها في الصحفيين أولا في هذه النقطة يجب أن يكون هناك التضافر أقصد أنه أهم تغريرين للجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تهدف الضمان الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية أولا تغريرين مهمين جدا لتطبيقهم حرفيا لمرتكبي الجرائم بحق الصحفيين وحق الإنسانية الآن لا ينفصل حقوق الإنسان سواء كان ما يرتقبونه ترتقبوا هذه الأنظمة في حق السجن الرأي والسياسيين أيضا والدبلوماسيين ورجال الدين نحن يجب أن يكون هناك تضافر للمنظمات الإقليمية والدولية ولكن أنا اكتشفت ليست هناك فهم لميثاق الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان كثير من الدول لم تصلها الشرائع الجديدة والتغييرات حول مفاهيم ومعايير حقوق الإنسان يجب أن يكون هناك جهد من قبل مفاوضية صامية لحقوق الإنسان والمفاوضية الصامية لحقوق اللاجئين في نشر مفاهيم حقوق الإنسان لهذه الدول نجد هناك أيضا لما حدث يعني أغرب مثلا الآن يعني لما حدث بالسودان يعني لو كان هناك فهم للسياسيين ولو كان هناك فهم للمعارضة ما كان حدثت انتهاكات لأدخال السجون لبعض الصحفيين إذن يعني يجب أن يكون تسعى المنظمات الإقليمية والدولية لإيساء مفاهيم حقوق الإنسان لهذه الشرائع خاصة المعارض والمؤيد لأن المعارض لما يدخل إلى المدينة أو إلى الدولة ويستولى على السلطة قاعد يرتكب جرائم أكبر من الذي كان سبقه ولذلك نحن هناك جهد كبير جدا خاصة من الإعلاميين يعني أنه يفضل جهد كبير جدا في إيصال مفاهيم حقوق الإنسان وشكرا شكرا جزيلا لك أستاذ حسين ولجهودك ولكل ضيوفنا الكرام وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الندوة التي نظمها مركز الجزيرة للحريات بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر تحت عنوان مواجهة استهداف الإعلاميين ومنع الإفلات من العقاب وشكرا لضيوفنا عبر سكايب من جنوب الأستاذ أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جيستس ومن إسطنبول للأستاذ الصادق الرزيق رئيس الفيدرالية الإفريقية للصحفيين ومن سيدني الأستاذ حسين الزمزمي الصحفي والمدافع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان وكما نشكر من قبل الدكتور محمد العبيدي الخبير في القانون الدولي ونائب رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القصري السابق بالأمم المتحدة والذي كان معنا في الفقرة الأولى وقبل أن أختم أقول الحرية للزميلين العزيزين هشام عبدالعزيز وبهاء الدين إبراهيم ولكل أحراري الصحافة المعتقلين لا لتكميم أفواه الصحفيين لا لسجنهم نعم للحرية نعم للحقيقة كما قال جوتي ريش الأمير العام للأمم المتحدة شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء